وفي الشأن الفلسطيني واصل طلاب ومدرسون مدرسة النخبة في قرية صور باهر في القدس المحتلة للأسبوع الثاني على التوالي رفضهم لقرار الاحتلال القاضي بإغلاق المدرسة وأكدت لجنة أولياء أمور طلاب مدرسة النخبة أنها ستواصل فعالياتها الاحتجاجية لتتمكن من إعادة فتح المدرسة أمام أبنائها تحت أشعة الشمس وبظروف غير ملائمة تخذ طلاب مدرسة النخبة الابتدائية في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة من ساحة بلدية الاحتلال غرفة صفية لهم في سياق خطواتهم الاحتجاجية على الإغلاق المتواصل لمدرستهم منذ أسبوعين فبالرغم من حصول المدرسة على كافة الترخيص اللازمة ونجاحها في كافة الفحوصات الأكاديمية والصحية والأمنية إلا أن قوات الاحتلال تواصل الإغلاق تحت حججاً واهية مدرستي هي أساسي ملكيتش غيرها لأنها مدرسة بتعلمني التربي والتعليم فمدرستي مدرسة أحسن مدرسة بالبلد الحجة كانت تحديداً أن في نية المدرسة المستقبلية تخيلي معي مستقبلاً تدريس الفكر حركات معادية لدولة إسرائيل على زعمهم كان التدريس بالشارع لمدة أسبوع الآن حصلنا على ترخيص والتدريس أمام مبنى بلديتهم اللي هم من خلال الشبابيك والنوافذ شايفيننا الآن وشايفين الطلاب العرب بالشارع هذا حقنا سنستمر لآخر نفس بالقتال عليه محاولات عديدة لعبت بها بلدية الاحتلال على الوتر الحساس فقامت بالاتصال على أولياء أمور الطلاب لإقناعهم بنقل أبنائهم إلى مدارس بلدية الاحتلال بدريعة خوفهم على مستقبل الطلاب التعليمي أنا عندي ولدين بالمدرسة اتصلوا أنه خايفين على مستقبل الولد وإحنا مننا نساعدك أنه ننكله على مدرسة تانية ونوفر له بيئة ونلحكه فطبعا أنا وحالي كحال باقي الأمهات أنه لا أنا ما بسمح لابني تغير عليه البيئة وابني متمسك في مدرسة وبدو إياها هي ما بدنا بديل لأنه إذا رحنا استسلمنا وتنازلنا عن حقنا أنا ما هيك بعود ابني أنه أي إشي بنسرك منك أي إشي بروح عليك خلاص دور على حال بديل لا أنا بعلم ابني يتمسك بحقه ويقاوم لآخر نفس الحرب الإسرائيلية على التعليم في مدينة القدس مستمرة منذ أعوام فبالإضافة لإغلاق مدرسة النخبة وتشريد 250 طالبا من صفوفهم التعليمية تعاني مدارس القدس من نقص 5000 غرفة صفية لتزدحم الصفوف بأعداد كبيرة من الطلاب ما يؤثر على المستوى التعليمي الذي يتلقاه الطلبة من القدس المحتلة آية الخطيب رؤية من عسري لعسر ترجمة نانسي قنقر